في منهم اللي بجد ما بتحسش انه نجم بالمعنى المتعرف عليه وفي منهم اللي حتى ما بتسلمش عليه يعني انت بتقف التواصل قدامه وتقف بعدك بتخلع وان تو سري فور فايف كلنا رايحين لله فانتقي الله ما بحبهاش ولا معترفة بيها ولا عطرفية مش هاسمها نجم خلاص دي معايير محطوطة ايه للكسب المادي ما تجيبهوش بقى مروش علاقة بالفن اشتغلت في مجموعة من أنجح لأعمال الفنية والدرامية بالذات الحمد لله تقريبا يعني موازم العمالة الرمضانية نكهة اللي قوي كنت شغالة فيها كلها اتعملت ازاي مع مسألة الشهرة انتي برضو لحد 2013 او 2014 ما كانش لسه الوش المعروف للناس بعد الفترة ديتم الزمن اكيد المواضع بغير تماما اتعملت ازاي مع المسألة ديت وخصوصا ان انت مواضح انك شخص مش محبر الظهور او محب اللي هو يكون على سوشال ميديا موجود وبيتكلم وفي الشارع بيتصور وهنا بيعمل وهنا ما عندي كش الشو هتعملت ازاي مع المسألة ولا هتبقى عندي يعني انت مازل لو مثلا بتنزل السوق تجيب خضار اه والغاية النهارة بنزل جيب خضار وتفاصلي لسه ولا بتطلع انا عمري ما فاصلت هم باش فاصل لا يعني انا عايز اقول لك الناس لما بيشوفوني طبعا بيعملوا زي ما انتها بتقول كده بس انا ده مش موجود جوايا ولا على بالي فهو من رد فعلي هم بيبقوا عاديين بعدين اللي هو هم مش شايفين ده وعمرهم مع تاده ده وبالنسبة لهم الناس اللي في الوصل الفني بقى والنجوم دول حاجة عارف حاجة كده اي حد بتاع معي ده بيتكسر جواه لانه مش صح اولا دي مهنة زي اي مهنة بس عشان الضوء متسلط عليها فيه سبوت فالدنيا الناس بتشوفهم حاجة غير البشر لا خالص انا بحبش ده بسراحة قلت يابل كده ما بتحبش كلمة نجم ما بحبهش ولا معترفة بيها ولا معترفة بيها مش عاسمها نجم في عاسمها فنان قدير او مش فنان انما ايه نجم دي؟ يعني ايه نجم النجم ده اللي هو النجم الشباك ايه ايه ماشي دي بقى المسألة المادية البحتة فهن؟ هي اللي خلقتها لكن مش مقيس للفن ابدا مش معنى انه نجم وبيبيع وبي ونجم الشباك انه ممثل او انه فنان حقيقي اقولك على حاجة لو سألتين عن رأيه ان غالبا نجم الشباك ما يكونش احسن ممثل بس ايه خلاص دي معايير محطوطة ايه للكسب المادي متجيبهش بقى ملوش علاقة بالفن خلينا نتفق ان في حاجة اسمها اكسب بيها فلوس او اعمل فن وده موجود وده موجود بس في ناس بتعتمد منها الشهرة دي اللي بيجيب الفلوس يعني اعمل ربنا يشيرنا كلنا او لا كي بس يعني انش او ما عنديش القناعات دي خالص مش 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 بتاعتي يعني شرائج بقى في اللي بيتل اقول انا نمبر وان وان مش عارف ايه وانا فلائد وانا بعض ربنا معي وربنا يهدي يهدي او يهدي او يهديها او يهديها وان تو سري فور فايف كلنا رحين لله فانتقي الله بس وقت دي معايير النجاح على السوشال ميديا انت كاكما تحبش السوشال ميديا بس وقت دي معايير النجاح مع الجمهور دلوقتي لازم كل شوال دي يوم نكشة كده فهمت او ما اعلم دي يوم نكشة كده يعني انا اعتقد ان اللي بيعمل اللي عليه وبيسعى وبيختار وبيكتهد وعنده الموهبة حقيقية كل اللي انت بتقول عليه ده مش هيفرق معي ان شاء الله بيوصل وان شاء الله بيشتغل ان شاء الله الناس بتعرفه وبتحترمه وبتحبه ده المقياس عني اشتغلت مع مجموعة من النجوم في الكواليس ايه الفرق بين نجمه التاني يعني اشتغلت مع اشهر مجموعة يعني اللي هما مثلا في درامو رمضان اللي هما طول وقت واكلين الجو ومحمد رمضان بس من غير ما نجيب اسامي بعينها يعني عشان ما اقولكش ده ايه وده ايه وده ايه في منهم اللي بجد ما بتحسش انه نجم بالمعنى المتعرف عليه يعني خلص بلاكس مثلا بسيط جدا هو دود جدا وحاجة جميلة يعني تحب التعامل معين وفي منهم اللي حتى ما بتسلمش علي يعني انت بتقف تبسل قدامه وتقف بعدك وتخلع بتعرف تبسل قدامه وده اكيد لاني بافصل هي درست هي اللي علمتني لاني مش كل اللي قدامك بعارفي مسل ومش كل اللي قدامك زيك ترجمة نانسي قنقر